الولد سخنان تعال نطير على الطوارئ استنى 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 شوفي هذا الفيديو بالأول راح اقولك امتى تخذي الولد على الطوارئ وامتى ما تخذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بتتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء ولو عجبك الفيديو خليك معنا للآخر هذا الفيديو لغير المتخصصين ولغير الاطباء والممرضين لكل الشعب عشان تفهمي امتى لازم الدكتور يشوف ابنك وامتى بتقدر يتخذيه على مكان ثاني او على الاقل تصبر الى الصبح لازم تعرفي امتى الولد لازم يروح الطوارئ امتى بنفع يستنى موعد في العيادات الخارجية وامتى بنفع توديه على مركز صحي لو الوضع مش خطير زي مثلا رشح انفلونزا التهاب حلق الولد مثلا قرصة وذبانة بتوديه على المركز الصحي لو الولد عنده مشكلة محتاج متابعة كل شهر او كل شهرين او مشكلة صريرها معاه سنين بتروحي على العيادات الخارجية لو الولد صار معاه اشي هسه او قبل عشر دقائق او قبل نص ساعة والوضع هذا خطير ولو ما روحتي على دكتور رح يتوفع او يصير فيه اشي معنى تروحي على الطوارئ مثلا الولد وجع راسه الولد تشنج اربع مرات وربع فيه ظرف خمس دقائق الولد مش حاطط منطق لا بيحكي ولا بتنفس ولا بيرد على حدا هون لازم تروحي على الطوارئ لكن مش كل ما فلوز تروحي على الطوارئ وتقاتل الدكتور ليش مش مدخلك قبل الناس اول سبب بخلي الامها تيجي على الطوارئ اللي هو الحرارة العالية خصوصا لما يكون الطفل عمره اكم يوم او اكم اسبوع الحرارة العالية كرقم مش دايما معناها اشي خطير ممكن اي طفل مرشح او حتى الكبير لو فلوز تصل حرارته اربعين وواحد اربعين واثنين واربعين عادي جدا لكن انت بتخافي لما يصير معك يا اما الحرارة ما بتنزل شو ما عملتي وقد ما عملتي دواء وقد ما عملتي كمدات يا اما الحرارة تتطور لاشي اهم اللي هو التشنجات على سبيل المثال وقتها تعالي على الطوارئ رقم اثنين الحرارة ما بتنزل لا بمي ثلجة ولا مي باردة ولا مكعبات ثلج ولا سبيرتو ولا خل كل هذا الكلام الفارغ بنزل الحرارة بسرعة وبعد ساعة بترجع مع انه لو انت مش تغلص صح يمكن ترجع بعد اربع ساعات او ثمان ساعات الشغل الصح مي فاترة زي اللي بتتوضي فيها بتفتح الحنفية على رجلين الولد تلت ساعة نص ساعة او بتحطيه في الباني وتلت ساعة بتعطيه بطتين يلعب فيهم ينسى حاله وخلص وقبلها او بعدها بتكون معطيتهم معلقة او تحميله من دواء خفض حرارة بس تنزل حرارة بتيجي على الدكتور على مهلك وبتحكيله كان علي حرارة وراحت انا بقدر استنى لو قلت اللي استني لا تيجي على الطوارئ اذا كان الولد اليوم مرض واليوم الصبح كان في الطوارئ وراجع الظهر تشوفي ليش ما طابش لحد الان ما في مرض بالعالم بطيب خلال ساعتين ثلاثة فلما تيجي على الطوارئ ويقولك عنده انفلونزا او التهاب بالحلق او التهاب باللواز وهذا الموضوع اقل الاشي راح يطيب بعد ثلاثة ايام وعطيتك دواء قبل ما تخلص هاي العلبة ما راح يطيب ما انا قلتلك راح يقع ثلاثة ايام ليش ارجعتي انت بتوخذ دور غيرك اللي يمكن قاعد بموت بعض الامهات كل ما يرشح الولد بتصير تترجف الدكتور اعمل له دخول اعمل له دخول اعمل له دخول هل تعلمي انه احيانا الدخول بضر الولد اكتر مما بنفعه لا تنسي ان المستشفى ما رجع عليه بلاوي وانه القسم او السرير اللي راح يدخل عليه نام عليه خمس تلاف واحد قبله اللي معاه ايدز ومهما كان المستشفى نظيف ومهما طبقوا سياسات ومهما جابوا مواد معقمة فيه جراثيم ما فيه ايش بالدنيا بيقضى عليها فانت بدك تدخل الولد عشان مرشح يطلع معاه سلتك وقعده سنتين تعالجي فيه حرام الدكتور هيك بحسبها فبقولك مش مستاهلة كثير من الامهات كثير كثير من الامهات بتكون الصبح راحت على دكتور خاص او مركز صحي بعد اربع خمسة بعد الظهر بتلاقيها اجت عالطوارع شو مالك الولد تعب مبارح الصبح شاف دكتور وهس جايبيت لك اياه تشوفه انت الثاني طب يعني دكتور شافه وشخصه وعطه دواء انا شو بدي اصوي بدي اخترع لك طب جديد ما راح اقول لك نفس الدواء ضيعت وقتك ووقت الدكتور ووقت الناس اللي قاعدة بتستنع الفاضي بعض الناس بفكر شطارة او انه يعني مهتم بابنه انه كل راشحة بشوفه عشر دكاترة لا يا حبيبي انت كل ما تروح على دكتور او عيادة او قسم طوارع بتلقط من هناك مشاكل وامراض ما كانتش موجودة معك اصلا يمكن تعالج الولد انت تمرد فمش شطارة كل راشحة يشوفه ميت دكتور لا تروحي على الطوارع اذا الشكوى عند ابنك صارلها شهور وسنين انا كنت شوف ناس جاي الجمعة او اول يوم العيد الساعة وحدة بالليل شو ما لك قال الولد صار له تلت سنين ما بمشي انا بالطوارع شو بقدر اعمل لك لا بقدر اعمل لك صور ولا اطلب لك طبقية ولا رنين ولا تخطيط سمع ولا تخطيط على مين بده حولك في هالعطلة او في هالجمعة او في هالعيد الاشي اللي صار له سنين وسنين بده عيادات خارجية معروفة مش لانك فاض اليوم مش راح تفضى بعد العيد معناته الولد يا بتعالج اليوم يا اما مش راح اعالجه انت لو في بلد زي الناس بيحبسوك بنفس الوقت حتى لو الموضوع خطير لا تيجي على الطوارع عشان شغلي صارت الف مرة انا بذكر مرة من المرات شفت ام معاها ولد بالطوارع الساعة يمكن تسعة بالليل ماله الولد جاي يوم خميس يعني بكرة الجمعة وبعده السبت لا عيدات فاتحة ولا حدا فاتح جاي على الطوارع الساعة تسعة بالليل يوم الخميس الولد كل اسبوع بتشنج وهي خامس مرة طيب انا كممر الطوارع او حتى طبيب الاطفال الموجود بالطوارع شو بده يعمل لك راح يقول لك بده عيادة تطلب له صور تعمل له رنين على المخ تعمل له طبيقية على المخ تسحب له عينة تعمل له تخطيط احصاب كل هذا الحكي مش موجود الا بالعيادات فبدك تستني لبعد العيد وتمر على اي مركز صحي يجيب لك تحويل للعيادات انا كطوارع واحد تشنج قبل اسبوع شو بقدر عمله هسه صاحي واقف قدامي شو الطرق في الموضوع قلنا ميت مرة طارق يعني صارت قبل شوي الامهات اللي عندهم بيبي عمره يوم او يومين ليش بتيجوا عالطوارع الساعة واحد بالليل قال ايش بدي عمل فحص الصفار انا بعرف انه يمكن المستشفى قريب على بيتك بعرف يمكن المستشفى بعمل الفحص باجار رخيص او بعملوا ببلاش وبره بكلف دينارين او اربعة او ستة لكن انت هيك بتاخدوا من وقت الدكتور من وقت العيادة من وقت الناس اللي قاعد بتستنى انا دونت سنين في طوارع الاطفال متشنجين بره مخهم ساحهم بيستنوا في ابنك بعينك الله عملها الفحص بره بخمسة الدنانير او روحوا الصباح لمركز الصحي بعملولك يابة لاش لا تجعد طوارع عشان امك او حماتك شايفيتك مهملة او جوزك شايف انه انت ام مهملة انا شفت حالات كثير مش جعد طوارع لانه الوالد وضعه خطير كانت تدخل الام مع البيبي وتقول لي انا عارف انه فيش فيه اشي بس حماتي تفضحني اذا ما كل رشحة يشوفه خمسة الدكاترة ليش ابن مين هو عدم مؤاخذة المفروض انت كام قبل ما تخلفي وقبل ما تتجوز اصلا عارف الولد كيف يتم العناية فيه كيف تنجس له الحرارة كيف بعرف وضعه خطير ولا لا وبعدين تتجوز مش الواحد بتجوز بخلف ثلاثة واربعة وخمس ولاد وهو بعرفش جيس الحرارة اصلا وملاحظه مهمة لما تيجي على الطوارئ مش شرط ان الدكتور اكتبلك دواء اصلا ممكن يطلع الولاد عنده رشح او اي مرض فيروسي الفيروسات ما في مضاد حيو بيكتلها ولو اعطيتك مضاد حيو بيكون بضر الولد اصلا راح يقول لك عندك خافض حرارة عندي كل ما يسخن اعطيه خافض حرارة بس الفيروس زي ما اجي لحاله بروح لحاله معروفة فمش شرط كل مرة تزوري طبيب اطفال يتروحي بشوال دواء وغالبا غالبا هذا الحكي راح يضر الطفل ممكن يخرب له الكلة ممكن يعمل له مشاكل اجل مشكلة اجل مشكلة راح يعمل له مقاومة للمضادات الحيوية في يوم الايام راح تجيه جرثومة فيش مضاد حيو بالدنيا بيقدر عليها ورح يتوفى الولاد من تياستك ملاحظة مهمة لما تيجي على الطوارئ لا تخبي على الطبيب اي تفاصيل طبيب الطوارئ هو طبيب وليس شرطي يعني لو بلتيله انا مثلا شربت كحسة ماء مش راح يحبسك مثلا في يوم الايام ايجان الطفل عمره ممكن سبع سنين عنده تشنج مرة او مرتين اوكي دكتور فحصه وصور وكل شي تمام وبدنا نعمله ملف وندخله فجأة بسأل الام بتقول للولد ماشي جوه البيت فضرب راسه بحديدة طالعة من الباب او بشغلة بتقول لها لحظة هيك اختلف الكلام هي اسمها هيد ترومة هذا اختصاص جراحة العصاب مش اختصاص طبيب الاطفال ليش ما حكيتها المعلومة من اول حكيت مع طبيب جراحة العصاب ايجي شافه طلب له صورة طبقية بيّن انه عنده نزيف بالمخ هذا اللي مخليه يتشنج ودخل على جراحة العصاب وبعرف شو صار فيه بعد هيك بس انت ليش بتخبه يعني لو قلطي له الولد وهو ماشي ضرب رأسه بالحياة بتدكتلك قال لا انا قلت خبطة خفيفة بتعمل شي شي مين انت تقولي بتعمل شي شي انت جوه مخه ولا فيه بجيبتك جهاز تصوير طبقي شفت انه مصارش اشي قولي القصة كاملة واحنا بننجد تفاصيل اللي بتهم حياة المريض اكثر فئة من الامهات كانت ترفع ضغطي الام اللي بتكون امطلقها او حردانة او زعلانة من جوزها وفي نفس الوقت بدها تجهروا انك تتطلقي هذا مش ايش عيب لكن تتطلقي وتصير تجهر الزلمة انك تمرضي الولد عمدا هذا حرم شرعا كنت اشوف امهات تيجي مالك الولد محروق بعد شهر مالك الولد تكهرب بعد شهر مالك الولد شرب كلور بعد شهر مالك الولد تسمم وكل ما تجيب الولد بتخليه ماربع السرير واحنا بنعالجه وبتاخد على جنب وبتصير تحكي مع جوزها او طليقها وبتقول له هي ابنك بالطوارئ لو انت زلم تعال اسأل عنه طب الولد شو ذنبه صار عاها مستديمه عمره 4-5 سنين لا تيجي على الطوارئ كل جمعة او كل عيد او كل عطلة رسمية بحجة انه يلا احنا معطلين معطلين خلينا نشيك على الولد بتجيب الولد الدكتور بيقلبه من فوق لا تحت ما بيلاقي اشي بوجعه اصلا ليش جايبيته لا انا كنت قاعدة قلت اشيك عليه ابن مين هو يعني تشيك عليه فاهمين تشيك عليه من ايه شو اللي بوجعه اصلا اذا ما فيش اشي اسمه او شكوى رئيسية لا تيجي الولد لا بعيط ولا سخنان ولا ندعس ولا وجع ولا نجرح ليش جايبيت لي اهم نصيحة اهم نصيحة اهم نصيحة لا تيجي على الطوارئ انت مش ناوي تردع الدكتور 90% من الامهات بتيجي على الطوارئ وحط ببالها اشي واحد اذا ما كتب لي الدول فلاني معناته بفهمش او اذا قال لي استني لبقرة معناته بفهمش او اذا قال لي بتروح على عيادات هذا مش شغلي معناته بفهمش اذا انت مش مستعدة تصدق الدكتور لا تيجي على الطوارئ بتضيع وقتي ووقتك وفي الاخير الدول اللي كتبته انت اصلا ما اشتريتي واهم شي لا تيجي على الطوارئ قبل ما تعرفي امتى لازم تيجي على الطوارئ وامتى حرام تيجي على الطوارئ لو عجبك الفيديو اعمل شير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس واعزم صحباتك وجاراتك وخواتك العمهات اللي بتعرفيهم واي انسان عنده بيب جديد عشان يستفيد ويتثقف ويوعي الناس اللي حواليه لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد ناول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يخليه لكو ولاتكو اشتركوا في القناة